في مجال مكافحة الفساد من بغدادة دكتور غالب بالدعمي دكتور غالب مساء الخير عندما يحيل رئيس هيئة النزاهة الفسادة إلى كيان ويجعل له لسان ينطق ويقول إما أنا أو الدولة إلى أي مدى وصل الفساد في العراق وكيف يمكن استئصاله هذه الآفة دكتور مساء الخير عليك وعلى زميلتنا تحياتي لجمهور قناتكم الغراء اليوم رئيس هيئة النزاهة قال كلاما قال إن الفساد أصبح مقدسا وهو طبعا لا يقصد المقدس بعنوان الفساد ولكن العناوين التي تمارس الفساد ربما هي أخذت هذا العنوان لا يستطيع هيئة النزاهة أن تقول لفلان جهة إنك يا من تنتمي إلى هذه الجهة أن عليك ملفات لأن جهته ستنتفض إليه وأنا أتحدث لك اليوم وعلى الطلاع مباشر بكل بيانات هيئة النزاهة المتعلقة بالعمليات الفساد تصلني أول بأول وأرى هناك خطوات حثيثة ومقابل هذه الخطوات حينما أقرأ واطلع البيانات تتفاجئ إنك في كل مؤسسة عراقية تجد فسادا مقنعا وتجد فسادا واضحا يعني في اليوم الواحد ثلاث أربع خمسة عمليات بين ضبط بين حالة بين إدانة بين وإلى آخره في ملفات فساد واسعة جدا إذن أمام هذه الملفات الكبيرة أمام هيئة لا تمتلك أكثر من أربعمائة إلى خمسمائة محقق في كل الإراق وعدها حدود مئة ألف قضية تحقيق كيف تستطيع أن تضبط مسار وإيقاف ولجم هذا الفساد الكبير ما لم تكن هناك إرادة سياسية وأيضا إرادة شعبية تساند هذه الجهود الكبيرة وحينما يقول رئيس الهيئة سيد رئيس الهيئة أما نحن والفساد أنا متأكد أن نحن التي تخص الدولة ستنتصر على الفساد أو نحن الفساد ستنتصر بالتأكيد لأن الدولة باقية والفساد يزول الدولة تعمر بأهلها ولكن هل يستمر هل تستطيع النزاهة مثلا الوصول إلى الشخصيات الكبيرة هل تستطيع إيقاف فساد بعض أعضاء مجلس النواب في هذه الدورة وفي غيرها هل تستطيع إحالة الوزراء كبار في هذه الحكومة وفي حكومات السابقة الآن ما نسمعهم من بيانات هناك نواب أكثر من عشرة نواب في هذه البرلمان هناك وزراء تم إحالتهم للتحقيقات في هيئة النزاهة نعم أجدد التحية بك ثانية يا سيد الكريم دكتور غالب قلت قبل قليل بأننا نحتاج إلى جهود سياسية وشعبية حثيثة للقضاء على الفساد وغالبا ما حضرتك تدعو في تغريداتك وفي حديثك أيضا إلى مدى حاجة البلاد لثورة حقيقية لمكافحة ما دمره الفساد ولكن ما الضامن بأن الفساد لا يتخلل ويدخل حتى في الثورات وأحيانا شوفك أكو كلمة جميلة ذكرها رئيس الهيئة قال قال الفساد وصل إلى الكلمة الحرة الآن للأسف بعض الفساد أو الفاسدون بعض الفاسدين أصبحت لهم منابر إعلامية وأصبحت لهم بيجات هم يستطيعون أن يشوه أكبر عامل في فريق مكافحة الفساد ونشرة ثقافة النزاهة وبالتالي اختلط على الناس من هو الفاسد من هو المصلح نصدق هذا نصدق ذاك لذا اليوم حقيقة أقولها بصراحة هناك صعوبات تواجه فريق مكافحة الفساد صعوبات كبيرة جدا ألامية إجرائية تدقيقية وحتى من إدارة إدارة الموارد البشري أنت كما تعرفين في العالم يهتمون كثيرا في إسناد المناصب لشخصيات كفوئة تستطيع إدارة الدولة للآن للآن عندنا بعض الإدارات في الحكومة العراقية على مستوى الوكلاء المدير العامون ما زالوا بعيدين عن اختصاصاتهم ما زالوا يمارسون أعمال غير صحيحة وأنا أشير إلى المصارف الحكومية لحد هذه اللحظة قضية تتعلق بتحويل الدولار للمسافرين لم تستطيع تنظيمها على مستوى مصرف الرشيد أو الرافدين فهذه الجزئيات المهمة اللي ممكن لو تم إصلاحها أنا على يقين أن ذلك سيؤدي إلى بناء ثقة بمؤسسات الدولة وبالتالي هذا ينعكس على الحصول على دعم جماهيري كبير فضلا عن الدعم الذي تعلن عنه الحكومة العراقية الحالية إنها تكافح الفساد ولكن نقول الوعود شيء والإجراء شيء الآن نحن ننتظر يجب أن نكون تجاوزنا مرحلة الوعود ووصلنا للإجراء بتطبيق الواقع فمتى ما تحقق هذا بشكل واضح ولمسه الجمهور تأكد ستحظى هذه الآيات الرقابية بدعم كبير من الجمهور أو الرأي العام دكتور يعني في النصف المليء من الكأس ربما القاضي حنون تحدث عن أن الهيئة تعمل بصورة جديدة لمكافحة الفساد المتجدر هل لمستم تغييراً ربما في عمل الهيئة على سعيد مكافحة الفساد أم أن هذا العمل مختص فقط بصغار موظف الدولة؟ شوف إحنا أولاً أنا من خلال البيانات اللي تصدر هيئة النزاهة المتجدية واضحة وعمل واضح وانتشر على كل مؤسسات الدولة وهناك إجراءات فعلاً حقيقية ولكن في قضية الفساد الكبير والفساد الصغير هناك التباس بعضهم يربط الفساد الكبير بالشخصية يعني ممكن أن تكون مخالفة عد وزير ولأنه وزير يقولون أنه فساد كبير وهناك فساد ربما موظف يقوم به صغير وإن اختلس مبلغاً كبيراً لكن يقال عنه أنه فساد صغير وفي الحقيقة أحدى الموظفات في أحدى السنوات اختلست خمسة عشر مليار نحن يعني يعني عاملين في هذا المجال نقول هذا فساد كبير الفساد نقدر حجمه على أساس المبلغ وعلى أساس الضرر اللي يلحق بالدولة وليس على حجم المسؤول في الدولة العراقية الآن اللي نشوفه هناك مسؤولون في الوسسات العراقية تمارس فساداً كبيراً هائلاً هذا بدأت هيئة النزهة تقوضه وبدأنا نجد هيئة النزهة على ألسنة الموظفين وبدأنا نجد هناك من يخشى هيئة النزهة وكعمل طبعاً وليس إرهاب كعمل وكمن إجراءاتها وهذا شيء إيجابي لكن الشيء الآخر اللي نتمنى حتى يكون تحقيق النزهة بشكل صحيح هو أن تسند المناصب لكفاءات حقيقية لديها خبرة يعني ليس من الصحيح أن تأتي بمدير عام هو في اختصاص يعمل في اختصاص آخر وهو لم يجرب العمل ويأتي على إدارة أكبر عملية اقتصادية في العراق كمدير مصرف ومدير مؤسسة معينة هذه اللي يتواجه الآن عمليات الفساد وحتى تقف معرقلاً أو في مواجهة آآ آآ الهيئات الرقابية كهيئة النزاهة اللي تتولى هذا الملف بالتحقيق إذن الخبير في مجال مكافحة الفساد دكتور غالب فالدعمي شكراً جزيلاً لك